فرحة عارمة عمت شوارع بنغازي بعد أن تمكن الثوار من السيطرة على باب العزيزية مقر إقامة معمر القذافي في ترابلس شباب وأطفال ونساء خرجوا إلى شوارع بنغازي حاملين على مثورة فمدينتهم كانت أولى المدن التي انتفضت منذ ستة أشهر في وجه حكم مستبد كتم على أنفاس الليبيين لأكثر من أربعين عاما لقد دمرت ليبيا خلال 42 عاما ونحن شباب بنغازي وشباب ترابلس ومصراتا سوف عهدا علينا أن نبنيها خلال 42 شهر وهذا عهد مني بناء ليبيا الموحدة والحرة هو هدف هؤلاء الشباب الذين يتطلعون إلى المستقبل فقد انتهى القذافي بالنسبة إليهم وطويت صفحته إلى الأبد رغم أنه لا يزال متمسكا بالسلطة